هذا البرنامج برعاية شعب من المغرب اتجرأ ان يتكلم عن حقيقة اغلبيتنا من يتحكي على اقل من الاشياء انه كيف هو ولد غير شرعيا وكيف رفض ابوه ورفضوا اهل ابو ومعاناته ومعاناته مع امه ومعاناته مع حياته وكيف بالنهاية وصل الى مرحلة انه يحب حبه لله وحبه لامه هم اللي بقوا ثابت في حياته ويقرر انه ينجق ويقرر انه يمشي بحياته يعني الصورة لانه جرأ يتكلم الحقيقة ويقول شوفوني انا لش يفوني لا تحكمون على قصتي حكموا عليك انسان هاي شاب يعني جريئ واذا هو عنده جرأة يقول انه انا ابن غير شرعي كنت اسأل وين بابا وين بابا امك تقولي انه انه ميت احيانا لكي تنسيني بدأت اكبر وبدأت تكبر الاسئلتي في عمر 11 سنة ام سلاح كشفت حقيقة والده قتلي ابو عايش ولكن لا يريدك لانك انت غير شرعي وفي عمر 17 عام سلاح اقنع والدته بتعريفه على عائلة والده في الاخر ذهبنا الى عائلتي شخصية دخلت عليها في السابعة عشر ووو كانت كانت فرحة عارمة دخلت عليها كل الطرف ينظر اليه باستعجاب لانه دخل الاب ليس بالابن لانه الشاب كثير جدا كان متزوج وله ابنان تبنا للأرقام وصرنا مدة شهرين او تلاتة اشهر بدأت افرح لانني اتكلم مع ابي امرأته رفدت رفدتني حتى في المدرسة كنت مجتهد طاحت طاحت رتبتي من القيص صدامني شو قل انا كنت ستنتحر كنت ستنتحر اه ليش انا انا ابنك لماذا عرفتني وكبرت كبرت اولادك لانهم بالأحرى انهم اخواني ما هم وما انا صح وانا الاكبر وانا لا اريد منك اي شيء سواء انت اعترف بي و صح وكيف غيرت رأيك من انه توصل الى مرحلة الانتحار الى انه توصل مرحلة لا رح انجح بحياتي ايماني كبير مع الله كل واحد لدي قصة مختلفة وكل قصة فيها معاناة اشتركوا في القناة